اهلا ومرحبا بكم عزيزا المشاهدين وانا ارتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي في الحلقة الماضية كنا قد بدأنا الحديث عن يعني عن مشروع قدمه البنك الدولي بقيمة عشر ملايين دولار لدعم التعليم في العراق وتحدثنا عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما هي الاسباب التي دعت البنك الدولي تقديم هذه المساعدة او هذا المشروع لدعم التعليم ولماذا اعترض البعض على هذا الوصف الذي قدمه البنك الدولي لواقع التعليم في العراق لجزء لصورة من واقع التعليم الحقيقة في هذه الحلقة سنكمل الصورة التي يعترض عليها البعض يعني يقول أنه البنك الدولي هو مؤسسة اقتصادية ما لا علاقة بالتعليم لماذا يداخل نفسه بالتعليم وصلت حدي لوزير التلبية يقول سنحاسب البنك الدولي أو سندخل في قضية مع البنك الدولي لأنه تحدث عن التعليم في قضية لا يتعنيه هذا كلام أقل ما يقال عنه أنه غير مجدي وغير منطقي عموما واقع الحال في العراق يقول أن العراق بحاجة اليوم يعني واقع التعليم في العراق بعد 20 سنة مما سمي بالعراق الجديد من واردات انفجارية للنفط يعني أموال وصلت للعراق درت على العراق أموال النفط شيء مهول أكثر من 1500 مليار دولار دخلت العراق خلال 20 سنة الماضية تريليون ونصف تريليون دولار دخلت للعراق لكن العراق في أسوأ حال التعليم يتدنى بعد أن كان التعليم في العراق يضرب به الأمثال واحد من أعلى مستويات التعليم في المنطقة في عموم المنطقة كلها ويضرب به المثال واليونسكو وكل المؤسسات الدولية الرصينة التي تعنى بالتعليم والتربية تشهد له بذلك وكانت الجامعات العراقية يعني تدرس مواد ويدرس فيها طلاب من كل أنحاء العالم يأتون يأخذون منها الشهادات وشهاداتهم معترفة في كل العالم وخريج جامعة العراق يذهب إلى أي بلد آخر يتربشها اليوم العراق خارج تصنيفات خارج قوائم التصنيف والتعليم في العالم وهذا دافوس قالها منتدى دافوس قالها أن العراق خارج التصنيف وعندما سئلوا لماذا العراق غير موجود قال لأنه ليس فيه تعليم وهذا واقع الحال عموما في العراق هناك مدارس من 20 سنة العراق يحتاج الآن يحتاج ما لا يقل عن 12 إلى 15 ألف مدرسة لديه مدارس طينية لديه مدارس بدوام أربع يعني دوام ممزدوج يدامون ظهرا وعصرا لا ثلاث دوامات وأربع دوامات يدامون به يعني مجاميع الدوام بهذه المدارس أربع مرات الطلاب يجلسون على الأرض ما كوا رحلات سقوف ماكوا ربما سقوف غريبة عجيبة شبابك ماكوا تدفئة ماكوا تبريد ماكوا أرضية غير مضلطة قضية غريبة مدارس تخلو من الشروط الأساسية هذا ربما اختصره شروط الأساسية للتعليم يعني بيئة مناسبة للتعليم تخلو من هذه المدارس الطلبة يفترشون الأرض وتخلو الفصول الدراسية من المقاعد ستين إلى سبعين طالب في صف واحد كيف يمكن للمعلم أن يدرسهم أن تتحدث البعض يتحدثون لدينا معلم جيد نعم إحنا دائما العراق كان لديه أجيال من المعلمين والأساتذة الرائعين جدا مربين هي مو هنا المشكلة فقط هي الأدوات كلها يجب أن تكتمل مدرسة ومعلم ومنهج وطالب وكلها ومجتمع وبيت كلها يجب أن تعمل من أجل إخراج وسياسات عامة وسياسات تربوية وسياسات تعليمية كلها تهدف إلى وصول إلى هذه المدخلات تود إلى مخرجات طبيعية ومنطقية وعالية المستوى هذا الواقع على الغر موجود أدنى البنك الدولي يعني نواتج يرى أن نواتج التعليم متدنية في العراق وتبرز الحاجة الماسة إلى التركيز على الطلاب من الفئات الأكثر احتياجاً والمعرضين لخطر التخلف عن الركب والتسرب من نظام التعليم وهذا واقع الحال يعني إذا وزير التربية يعترضوا إذا بعض المسؤولين يعترضون عليه يعني لا يعرفون أنه في الشارع الآن في شوارع العراق في مدين العراق أكثر من مليون ينطفل متسربين منهم دولة بس دولة اللي يعملون أطفال الشوارع فقط دولة من طلعوا؟ من المدارس تركوا مقاهد المدارس ألا يعلمون كم في مخيمات النزوح من الناس الذين لا يعني وصلت وصلت الحالة مخيمات النزوح كانت تكتظ بستة ملايين عراقي كلهم دولة خارج التعليم مدن مدمرة مدن مدارس طينية مدارس كرفانية أنت في وضع كارثي لا يمكن أن تتحدث عن تعليم في العراق على أنه تعليم وتطور وتعليم هذه كذبة كبيرة أنت تطبع الكتب تقول لي أنا أطبع الكتب في ما عرف وين تطبعها مثل مثل الدينار العراقي في السويسرا مثل وين تطبعها وين تطبعها أطبعها يموها القضية لكن شكوا في الكتاب هي القضية مو حجم القدر الذي عندك بس شكوا بالقدر هذا هذه المرات هذه القضية أنت يعني لا يمكن القبول بهذا الموضوع المهم اقتصرب من كل العشرة يدخلون إلى مدرسة الابتدائية يعني من خمسة إلى ستة اتصربون والباقي يكملون وهكذا بالنسبة المتوسطة والثانوية وصلنا إلى الجامعات وضع الاقتصادي الصعوب لذلك عدنا عدد الأميين الآن العراق من ثمانية إلى تسعة مليون عراقي أمي لا يقرأ ولا يكتب هذا واقع الحال أغلب الفقراء الآن مو بالمدارس وضع من الاقتصادي لا يساعد العراق يعني كان نظام التعليمي مشهود له في العالم الآن نظام التعليمي خرب مدمر هذا واقع الحال مشروع البنك الدول يقول نهدف إلى تعزيز ممارسات التدريس لمعلمين اللغة العربية والرياضيات وتحسين مهارات القراءة والكتاب والحساب لدى طلاب المرحلة الابتدائية ما هو ما أعطى هذا المشروع ما قدم هذا المشروع بعشرة ملايين ما قبل على هذا المشروع لدعم التعليم في العراق إلا بعد دراسة إلا بعد تقارير وصلته ودراسة متأنية وناس متخصصين هو يكلف هذا البنك نعم هو متخصص مثل ما يتحدث وزير التربية الحالي هو متخصص بالحسابات متخصص بالأموال لكن هو يستطيع أن يكلف ناس مختصين تربويين وتعليمين وغيرهم شي يريد في أي اتجاه يكلفهم مكاتب استشارية ومكاتب للدراسات وتقدم للدراسات رصينة عن واقع حالي كي يقدم المشروع هذا واقع الحال فبالتالي وصلوا إلى أنه مهارات القراءة والكتاب والحسابات والحسابات لدد والحساب لدد الطلاب متدنية جدا في المدارس الابتدائية وإذا لم تبني أساسا للطلاب في المدارس الابتدائية سيكون مستواهم سيئ وهم يذهبون إلى مدارس متوسطة ولعدادية وبالتالي يعني مخرجات التعليم ستكون سيئة هذا واقع الحال وهذا جزء من مشكلة بنيوية الآن موجودة في العراق أنت لديك يعني الأساسيات في التعليم غير موجودة فعندما يقولون لك ينساعدك بغض النظر أنا البنك الدولي وشنو أغراضه أحنا نحن نحشي بشكل عام ما هي تخصيصات التعليم في العراق من الموازنات ما هو وزير التربية يجب أن يعترض على هذه التربويين التربويون في العراق يجب أن يعترضون على هذه ما هي تخصيصات في الموازنة وجهة تخصيصات الأمن وغير الأمن والميليشيات وغيرها ما هو هذا الوضع تشتري سلاح لو تشتري دفاتر وتشتري كتب تستثمر بالإنسان تستثمر بتعليمه لو تستثمر بالعصابات والسلاح هذا واقع الحال فالبنك الدولي لم يخطأ فيه تشخيص بعض الصور البسيطة من كارثة التعليم في العراق نقولها بكل صراحة يجب أن يعترفوا بها لكي يستطيعوا إصلاحها اللي لم تعترفوا بها لم تستطيعوا إصلاحها يعني إذا ظليتوا تنقروها أو تنقرون الوضع هذا لن يعني ما عدتكم خطة لإصلاحها ولا تفكروا في إصلاحها ولا تفكروا في إيجاز سياسة تربوية وتعليمية جديدة في العراق ولا يمكن للعراق أن ينهض وإذا التعليم في العراق ضل على هذا الوضع فالعراق من سيئ إلى أسوأ ما هذا يشرف وقت هذه الحلقة قد انتهت ترككم بخير ألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر